أرقام اقتصادية جديدة تؤكد التنامي الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر هكذا كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤكدا ارتفاع واردة مصر من السعودية بمقدار 73.7 مليون دولار في إبريل الماضي كما سجلت تلك الواردات 441.3 مليون دولار مقابل 367.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي مصر تستورد مملكة حاجات كثيرة منها الصناعات البتروكموية منها الصناعات الغذائية منها الحديد أحيانا قطع الغيار وبالمناسبة لو احنا شفنا الصادرات والواردات وحللناها سنجد أحيانا بنصدر ونستورد نفس الشيء دي حاجة طيبة كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم ارتفاع واردات الدولة المصرية من دول مجلس الوحدة الاقتصادية إلى 10.1 مليون دولار ليصل إلى 47.8 مليون دولار في إبريل الماضي احنا بنتكلم في 16% خلال شهر واحد وده رقم كويس مؤشرات جيدة لكن احنا محتاج المزيد الأسباب بقى فيه منتج مصري عليه الطلب وبقى فيه منتج سعودي عليه الطلب احنا محتاجين ناخد احتياجاتنا للخليج واحتياجات المصرية ويتم إعادة دراستها وكان البنك المركزي قد أعلن تواجد المملكة في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 وبحجم تبادل انتجاري وصل إلى 2.5 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار واردات و462.2 مليون دولار صادرات للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم القاهرة